اليوم في إطار الاحتفال بال16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة دولية تنخرط فيها العديد من الدول وتونس منذ السنة الفارتة بدأت تشارك في الاحتفال وفي تنظيم الحملة هذه نظمنا وزارة شمال المرأة والأسرة نظمت ندوة دولية حول الأطر والأليات القانونية لمنهضة العنف ضد المرأة من أجل إعداد قانون إطاري في تونس العنف يكتسي أشكال متعددة فما العنف الجسدي اللي هو ظاهر العيان تقريباً فوق 30% فما العنف النفسي فما العنف الجنسي فما العنف الاقتصادي اللي مسكوت عليه لكن هو معناها يشكيوا منه العديد منسة فما العنف السياسي التوجديد واللي صاير قبل الثورة وبعد الثورة هو عنف ممنهج ضد المرأة عنف اقتصادي والراو أنه في البطالة رغم أنه صاحبات الشهادات توصل النسبة إلى 64% أحنا قاعدين نناظلوا من أجل دسترة الحقوق الإنسالية للمرأة واللي قاعدين منتو ندفعوا في الثمن عليها فما قاعدين نسمعوا في برشة عنف لفظي ضد المرأة قاعدين نسمعوا في انتهاكات جديدة هوا الزواج العرفي النكاح الجهاد وهو الكل ممنهج ضد المرأة وضد المجتمع التقدمي لتونس ترجمة نانسي قنقر